على مر القرون تقف معالم المدينة النبوية شامخة تذكرنا بالمشاعر المقدسة وذكريات السيرة النبوية العطرة ومن أهم هذه المعالم المسجد النبوي ثان المساجد التي تشد إليها الرحال بعد المسجد الحرام ففي الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى ومن معالم المدينة النبوية مسجد القبلتين وسمي بذلك لأن أهله صلوا إلى القبلتين في صلاة واحدة حيث استداروا إلى الكعبة لما أتاهم خبر تحويل القبلة وهم في الصلاة وليس للصلاة فيه فضل مخصوص ومما لا يجوز فعله في هذا المسجد الصلاة فيه إلى القبلة المنسوخة بيت المقدس ومن معالم المدينة مسجد قباء وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة ومن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره ومن معالم المدينة البقيع وهو مقبرة المسلمين في المدينة النبوية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ويقع شرقي المسجد النبوي وقد دفن فيه جمع من أجلة الصحابة وآل البيت ومنها جبل أحد وهناك مقبرة الشهداء حيث دفن الذين استشهدوا في الغزوة من الصحابة وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فما شرع فيه التعبد من المعالم كمسجد قباء فاغتنم زيارته بالعبادة وما لم يشرع فيه التعبد كالجبال وغيرها فلا تصل فيه فإن تخصيصه بعبادة بدعة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد